ونعلم بأن هناك في الخارج من يكيدون لهذا الوطن وهناك من يغبط وهناك من يحسد على هذه المنجزات العظيمة ونحن في المملكة العربية السعودية يجب أن ندرك ويكون لدينا الوعي الكامل لهذه الحيثيات والشباب السعودي من البنين والبنات ولله الحمد نرى فيهم المستقبل ونرى فيهم الأسرار على المحافظة على كيانهم الوطني وعلى وطنهم وعلى تعزيز والمحافظة على هويتهم الوطنية العزيزة علينا فكل وطن وكل بلد لديه هوية يفتخر بها من طبعاً عدات وتقاليد وقيم ثابتة يحافظ عليها ونحن والله الحمد قيامنا جميعهم استمدة من الشريعة السابعة الشريعة الإسلامية فلذا يجب علينا دائماً أن نحرص عليها ونهتم بالمحافظة عليها وأن يكون لنا وعي على المستوى المجتمعي والمستوى الأسري وكأفراد فدولتنا الله يعزها لم تألو جهد ما قصرت في أي أمر من ناحية التعليمية من ناحية الصحية من ناحية الثقافية فنحن نرى التطور والعمران في كل مكان وكذلك نرى هذه الرؤية المجيدة التي بدأت من 2016 والآن مضى عليها سبع سنوات ونرى فيها حقيقة منجزات عظيمة فخلال هذه السبع سنوات كان هناك منجزات على كافة المستويات فنحن حقيقة جميعنا يجب أن نتضافر مع قيادتنا الحكيمة الرشيدة بأن تحقق كافة أهدافها ومنجزاتها المستقبلية وسموه للعهد يحفظه الله حريص على شباب هذا الوطن وجميع ما يعمل من أجل شباب هذا الوطن خاصة وأبناء الوطن في العموم وجميع تصريحاته ويحرص على أن يكون الأبناء والشباب على مستوى المسؤولية وهذا هو ما هو مأمول وهذا هو ما هو حاصل فنحن يجب أن نشكر ولأن شكرتم لأزيدنكم شكرا نعم يجب أن ندركه ويجب أن لا يذهب عن مخيلتنا ولا بد أن نعي كل منا يعي دوره الوطني والمحافظة على أمنه فنحن الآن نواجه حقيقة مواجهات من الخارج سواء إرهابية أو كفان الله الشر مثلا المخدرات التي صار لها انتشار نسبي في هذا البلد ولكن أولي الله الحمد هذه الحملات الأمنية التي صدرت من القيادة لمكافحتها إن شاء الله لله الحمد جميعا نشد أزرها بمكافحة كل هذه المخدرات بأنواعها وهذه الآفة وهذا الوباء أنا أعتبرها الآفة ووباء إذا لم يحصر ويكافح سوف يؤثر على ربما جزء كبير من شباب هذا الوطن والشباب معروف دائما في كل بلد هم عبادة وهم الذين يقومون على جميعا هم القوة العاملة في كل بلد ووطنة يعني نعرف إن شبابه دائما مستهدف ولكن نحن على مستوى القيادة وكمواطنين نتضافر جميعا لصد كل ما هو ضد هذا البلد وكل ما يزعزع أمنه أو منجزاته الوطنية فيجب أن نكون من الشاكرين ويجب أن نعي وعي كامل البعض مننا ربما يعني طبعا لم يدرك بأن هذا الوطن العظيم لم تتكون هذه الوحدة بهذه السهولة لم تكن المملكة العربية السعودية قبل الملكة عبدالعزيز جزءا واحدا ووحدة واحدة ولكنها كانت دويلات وكان هناك الشتات الشتات بين أبناء هذا الوطن ولكن لما وحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأسس هذا الكيان العظيم أصبحنا وحدة واحدة كيان واحد فلذلك الشباب يجب أن يقرأوا التاريخ ويجب أن يسألوا أبائهم وأجدادهم فجميع أبناء هذا الوطن ساهموا في هذه الوحدة العظيمة الكبيرة بقيادة القائد الفذ رحمه الله الملك عبدالعزيز فلذلك يجب أن نحافظ عليها ونصر عليها بالنواجد ولا نسمع كل من يتحدث عن أي أمر يؤثر على وطننا ويجب أن ندرك أننا والله الحمد بلد متميز له خصوصيته ويجب أن نكون دائما يدا واحدة نحارب الشر ونعمل من أجل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز المملكة العربية السعودية